أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور القطاع الخاص والنهوض به بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري وخلال ترأسه اجتماع لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية وصناعة التليفون المحمول في مصر شدد مدبولي على اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعات في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح سيسي في هذا الصدد على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كما أشار مدبولي إلى الجهود المبذولة في إطار توطين صناعة التليفون المحمول في مصر وما يتم حاليا من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال لإنشاء مصنع لهذا الغرض موضحا أن الدولة تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلي في هذه الصناعة إلى 40% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر